أحمد كان فيه بالأمس افتتاح مدينة المنصورة الجديدة وواحد من الأشياء فإحنا طبعا حضراتكو نرحب جدا ونبقى فرحنين مبسوطين متهللين يعني كل حاجة إين 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 طالما أي حاجة منجز إحنا بنتلك على أي منجز للناس أي إنجاز حقيقي نعم ما حتبقى دائما وأبدا قائمة الإنجازات مرهونة حضرتك بخطة واضحة للقضاء على متاعب الناس مش بس في السكن في الأكل في الشرب في المياه في الاستقرار في حياته في دخله في توفيره بفرص عمل ده مهم هل حضرتك إحنا عندنا أزمة عقارات في مصر أو لهلك بكل أريحية لا توجد أزمة عقارات في مصر لأن البهوات في الحكومة الثانية بتاعتنا لما جم يعملوا قانون التصالح قال لك إحنا عندنا أكتر من قرابة يعني أربع ملايين خمس ملايين عقار مقفول مقفول يعني شوية مقفولة بدون سكن يعني وبالتالي فإحنا لا تمثل لنا في الحقيقة وجود العقارات من عدمها المشكلة المشكلة هي في النفقات القدرة القدرة على شراء العقار كان قديما بقى الله يرحمه رئيس عبد الناصر من ضمن حسناته اللي كان عمل مشروعه الإسكان الشعبي اللي كان تدفع 2 جنيه ساعتك مؤدم وتقول تدفع كل شهر 60 قرش على مدى مش عارف 20 سنة تتملك العقار لا قدرة كان قدرة لوقت المشروعه تعمل مشروعه ناصر وغيره تعمل في الإسكان ده حل لان الهدف لو انت عايز ساعتك تقدم خدمات عقارية سكنية للمواطن اهم حاجة تكلفة عشان يقدر اسكم فيها لما لايساعتك النهاردة احتفال كبير وشاشات شغالة وابواق شغالة ومدينة جديدة على العين والرأس فيش مشكلة المدينة الجديدة نلجأ لها دائما وابدا تبقى علشان تبقى بديل المدينة القديمة انما المنصورة هتبقى طبعا المعروف الدقالية واحدة من اكبر محافظات الجمهورية ومشاء الله ما شاء الله يعني تاريخ المنصورة يدر في التاريخ هل اعمل منصورة جديدة النهاردة ده السؤال وبيه كل هدي المليارات طب هلأ وفرت للناس القدرة الشرائية وده اهم للأسف لا لان لما جينا نشوف اسعار الشواء لانا ساعتك الاسعار اللي قدامك دي الشواء في المنصورة يعني لو شفنا الاسعار بالنسبة للمساحات من 130 بتوصل الى 350 جميل جدا ماكون سعر المتر 24000 جنيه المتر سعر المتر في المنصورة دي بيبالله عليك مش انت هذا بتقول انشاء عواصم جديدة ومدن جديدة من اجل حل ازمة السكن ومن اجل محدود الدخل قل لي مين محدود الدخل قادر ان هو يمسك في يده مليون جنيه ويجرع عليك يتفحلك عشان يسكن في العاصمة الدرية الليه الدقالية الجديدة وكده تاريخ برضو الان في طنطة بينشي مدينة سكنية ومش عارف المنصورة مدينة سكنية هذه المدن الجديدة هل بتوجد قوة شرائية للمواطن القدرة على انه يسكن مش لا ما انت لم تقدم له القدرة لده طبعا ده ساعتك الشواء اللي احنا شفنا انا شفت طبعا الشواء للأسف بتوصل 4 مليون 3 مليون 900 ألف جنيه للشقة طب بالله عليك مين من المواطنين عنده القدرة قول لي كان مدرس او ان كان محامي او ان كان حتى طبيب كان واحد ساعتك في المنصورة او في غيرها عنده القدرة الشرائية يبقى انت ساعتك ما بتعمل الان من مشروعات هي برضو انفاق في غير محل والأسف هندخل في نفس الموضوع مليارات بتترمي في الارض ولا تتمي فيها الاستفادة بأي حال من الاحوال الى الفقراء او محدودي الدخل اه لا بالعكس المليارات مش هتتمي في الارض ولا حاجة المليارات دي في المباني دي بالأسعار دي هتجيب واحد مهمة جدا مين هتجيب المستثمر الخليجي تهم الدماغ بقى هياخد شقة يا احمد في المنصورة لا هو الرجل كده كده حبا في مصر وابعدا على الأزمات السياسية والبتاع والمنطقة على صفيح سخن اصلا مش محتاجين القرارة بمشاكل اه تمام ومحها طيب هيحط مليار دولار تاني هيعمل بيها ايه هياخد بيها المشروع ده هياخد بيها حصة من الشركة اللي عمل المشروع ده بيعمل بهم ايه يعني هيبيحهم من مين برضو تاني هيبيحهم بقى ما هو ما يتصرف ما هو احمد اي مشروع بتعمل في مصر انت عارف وانا عارف بيبقى الغرض منه خدمة السيد المواطن اه اي مشروع بتعمل لخدمة السيد المواطن ايه مش لخدمة المستثمر الاجنبي انا السفاتي بقى ها انت كمستثمر الاجنبي بقى على كمواطن على كمواطن انت كمواطن لا انت معاكش فلوس انا 4 مليون جنيه انا 4 مليون جنيه عشان جيبشها ازا دي دي عادي دي اصد احمد وغرفتين واثنين حمام ورسيبشن يعني حاجة كويسة يا باش يا ناز اي نعم مش ومش فيلا مش بقولك المساحة مش فيلا بقولك انا فين الماني بقى فيه ناس هتجيب فين المصاري هتجيب من اين؟ فيه ناس هتتصرف انت متفائل بقى فيه شركات مملوكة لناس هتشتري الحاجات دي مش ده السؤال مال ايه السؤال؟ السؤال انت لما ده السعر اللي احنا نزلين بالسوق السعر في المنصورة القديمة هيبقى بكام هاداك فاهم؟ يعني احنا بنعمل ايه؟ ممكن يرخص مش يزيد لأ ازاي يرخص بقى؟ اه يرخص احنا التي بنقول العنوان العريض بنعمل ايه؟ بنعمل اسكان اجتماعي صح؟ صح تمام لما اعمل اسكان اجتماعي المتر فيه في البعيد مش في القريب المتر فيه ب 23 الف جنيه؟ 24 الف ب 25 الف جنيه خلاص؟ يبقى في القريب في البلد بقى على الطريق الرئيسي جوه وفص البلد المتر يبقى بكام؟ فهمت دماغي؟ انا فهمت بس انا بعمل اسكان اجتماعي فبنزل بسعر رهيب جدا هيبقى الفاصل فبرفع سعر الارض اهم رفع مباشرة المواطن استفاد ايه يا احمد؟ المواطن استفاد بقى لا المواطن مش مهم يا احمد انت الليه ده بتدرع احمد احنا من مشاريع دي المصريين المواطنين المفروض دي دولة دي مشاريع عشان مصر ميه مصر مين؟ مصر الحكومة لا مصر الدولة لا مصر المصريين المؤسسات مصر الشعبي يا احمد مصر الناس مصر المواطنين ده كلام يا احمد انت تقوله؟ كلام انا اقوله؟ كلام اللي الناس في المثقفين يقولوه؟ الكلام ده لازم اللي يقوله ويأكد عليه المواطنين ومصرين نفسه انت هنا بتقول رأيك؟ انا بقول رأيه؟ ايه في الحكومة بيقولوا رأيهم؟ عمر اقاديب بيقول رأيه؟ الحكم الحكم عند مين يا جماعة؟ حقيقة هلا تاخد الحقيقة دي تعمل بها ايه انت بقى ورؤيتك للمستقبل لكن خلينا اقولك على حاجة بس مهمة قوي انه هذا النظام قوته الحقيقية والوحيدة هي قدرته على اسكات المواطنين المصريين فقط طيب عايزة اقولك برضو المرة طالما هقولنا الاسعار فيه فيه كنباوند موجود في المدينة برضو المنصورة جديدة ده اسعاره اقل شوية يعني الشقة فيه حضراتكم الحمد لله بتوصل اتنين مليون ومتين وخمسين الف جنيه اتنين مليون وربع ده بتبدأ الاسعار من هنا اسعار تبدأ من اتنين مليون وربع ده في كنباوند يا جماعة في مدينة المنصورة جديدة وخمس مشروعات باسعار كل الوحدات انت متخاذ ساعتك انا ما اعرفش حتى الان الاسعار اللي تبدأ بهذا الرقم انما على كل الواضح الان بيقول ان احنا قدام هل هذا الاسعار تبدأ من مليون ومتين وثلاثة وثلاثين الف ده فيه بقى دي دي في كنباوند تاني في الصفوة لتطوير العمراني اه للأسف الشديد ان المليون المليون وثلاثمية الف دي كلها مشاريف فيه المنصورة جديدة طيب زي ما انا انتلك الهدف دايما من خدمة اي مواطن اي عمل اي انجاز انا كمواطن لم استمتع به ولم اتمتع به ولم يكن لي حظ في ان انا استفيد به ما قيمته ما قيمته اقول لي طيب لما انا بتكلم عن المواطن وخدمة المواطن واساس المواطن ولاقي الشؤب بهذا الاسراف وبهذا الحجم الغير قادر عليه مانا ما اقدرش ادعي مين كان واحد النهار ده مصري ده احنا عدنا حسبناها ان طبيب بياخد 3000 جنيه في الشهر في السنة ب36000 جنيه الراجل ده حتليه مثلا في العشرة سنين بياخد 3 مليون و 600 ألف عشرة سنين يقبض مرتبه ويحاوشه ما يصرفش منه جنيه لا يأكل ولا يشرب ولا يتعلم ولا يركب مواصلات ولا اي حاجة يقضى عشرة سنين علشان يجيب 3 مليون و 600 ألف ده طبيب بقى اللي هو معالي الدخل يعني ما شاء الله يعني فعملك بقى المواطنين بتحنا بن يعني المشكلة حدرك ان يطلع ابواق الاعلام واضرع الاعلامية عشان يكلموك على هذا الانجاز الخطير على المدينة الجديدة والجيل الجديد والجيل الرابع والجيل الخامس اللي انا خلاص ويطلع واحد زي اليوسف الحسيني يكلمك المدينة تكلفت 45 مليار جنيه وتعمل دي واحد من مدن الجيل الرابع انا بس حد يقول لي يعني ايه ساعتك المدينة دي فا ايه يعني ايه فا ايه جديد انا نجيل الرابع بس عشان ايه بدأ يحط قدامنا مصالحات كده فانا نخد بقى اول ما يقول لي مدن الجيل الرابع انا نخد بقى خير بقى ان شاء الله ها دي يعني ساعتك فيها للسحرق فيها الرفاهية الجو هناك تغير ساعتك هناك الشواء هناك اللي بياخد شقة الحمدلله بيحجز بعد كده في الجنة ولا ايه بالضبط انما هيبقى دايما الابواق الاعلامية تزين اي انجاز وهم يعلمونه تمام يعني تمام العلم انا المواطن بعيد كل البعد عن عدم القدرة الشرائية لهذا المشروع يوسف الحسين طلت لألفين وخمسمائة فدان اه جماعة دي اكيد المدن بتاعت الناس الاغنية والفلت والأسور وال بص يا مولانا مش احنا روحنا مع بعض انا وحضراتكم قبل كده على العالمين وشوفنا في العالمين الاسكان الاجتماعي والاسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر والاسكان اللي فوق الفاخر اهل منصورة شغالة بنفس الطريقة فهتلاقي عندنا اسكان اجتماعي وعندنا اسكان متوسط وعندنا اسكان سياحي فاخر طيب المرحلة اللي احنا بنتكلم فيها دي تكلفتها تقريبا حوالي خمسة واربعين مليار طيب المرحلة دي بحسبة بسيطة كده تقريبا تساوي اربعة وثلاثين في المية من اجمالي مدينة المنصورة الجديدة ووصلت لألفين وخمسمائة فدان بقى بص كده الاستاذ الاستاذ قاعد واخد نص الشاشة لأ ربع الشاشة وثلاثة اربعة الشاشة بيعرض لك فيلم ثري دي يعني اللي انت شايفه ده جنب جنب الاستاذ كده هاتني بقى وجيب اله هاتني جنبهم كل ايه بالزبط كده اللي نور عليه شاف انت بقى اللي بيننا وبينه ده كل ده معمول جرافيك ده مش حقيق اصلا وعشان انت تعرف انه معمول جرافيك هو بيصرع الصورة بيصرع الصورة ليه عشان انت هتلحقش عينك تكتشف ده جرافيك ولا لا هتكتشفها فين بقى هتكتشفها في الحتة الجاية دي الجامع يبتدي يبقى معك انه جرافيك ها خش بقى شوية كده لغاية لما يجي لك عمود النور لما عمود النور يقرر هتعرف انه الراجل ده جرافيك بالصالة عنك فهو بيبيعلك الوهم نفسه يعني هو نفسه نفسه بنفسه قاعد في القناة القولة المصرية بنفسه بيبيعلك الوهم ذات نفسه كل ده مش حقيقي جزء منه معمول اللي انت شفته في الصورة الحقيقية الباقي بالطريق بالموتسيكلاب البتاع كل ده في الايه في الكليتش هذا في الكليتش اهو بص اهو هنا بس بقى كده باشا هنا الجرافيك باين اهو دي مش عمود الحقيقية دي جرافيك بص عمود النور اهو اهو اللي في الكورنر ده ده جرافيك فانت بيبيعلك الكليتش التلفزيون المصري وصل بيك جراءة والضحك عد قول انه قاعب مشغل فيلم سري دي بتاع معموله على الكمبيوتر مشروعة بيتعمل زي اي طالب من طلاب العمارة في الكلات الهندسة المصرية ما بيعمل مشروعات سري دي قاعد بيبيعلك الوهم وبيسوق قولك وبيقولك ده اخد بالك ده انا واخد بالي منك يا فقير يا غلبان عشان يكملك الصورة ويمتص الوعي كاملا فانت تنم مرتاح على الحكومة عاملة حسابي في المنصورة الجديدة انا اخد شقة في المنصورة الجديدة طبعا هو بيبيعلك في سري دي بيبيعلك فيلم كارتون يعني مش ناسغل ان انت تشوف فوتوم وجيري بيجروا اربعة ده في البتاع دي عشان تتأكد يعني بلد في البلالة خالص ايش اعرف اقولك انا في الاول مناسبة انا في الاول قلت ايه دي الدرون مشيها بسرعة ليه الدرون بتمشي اه ابطأ من كده فركزت دي بص البحيرة عامنزلت دي بحيرة هي بجرافك يا باشا واخد بالك من سرعة الموتسيكل فيه موتسيكل ده سرعته الطبيعية اه 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 ناسب تعالني تعال منى نشوف جسد عمرا اديب بيقول ايه عشان انه بي بس نلحم بسرعة عبلا ما نخلص عشان بيقولك عايزين نعمل كاس العالم هيعمله سري ده هو كمان بفضل الاستاذ ع demandé كاس العالم гарد رد الاستاذ عامرا اديب زمننا في قارات الشر او. كلام منطقي وكلام هعياء ہیں نقولوا زمننا ف قارات الشر. كلام الراجل منطقي جاني الدولة عندها فقراء ستين في المياه ازتا تomin لكا عامور الا في كاس عالم ولا كاس افريقيا ولا كلام دي خالص كاس علم اين 2010 وقدين سفر كان يعني ايامها كان لسه مبارك يعني بدينها شدة شوية دلاتي انتا بدينها سفر 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 تف كل حاجة سفر اقتصاد سفر سياسة سفر اجتماعيات سفر مستشفات 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 سفر سيادة القانون سيادة قانون سفر مانتا ش حاجة سفر خدمات من غير متقومية قبل متقوم قمامة سفر اسعار كهرباء لا قمامة كتير عرفك ما في المكان ده فيش اكتر اسعار كهرباء لا كله خلاص كله خلاص فطبعا حضراتكم ده شيموا لابنعايز بس برضو اناول سريعا ان حضراتكم حقيقة خلونا نشوف الاول التغريدات ونرجع تاني علشان حقيقة المحامين عاملين يعني دور كبير جدا جدا ومضارات تعامل مصر الان في كافة النقابات الفرعية لمساء الجمهورية وفي قلب القاهرة في مدان الاسعاف على مقروب من الان التحرير الحقيقة المحامين بيدفع عن حقهم وضد إلغاء ضد طبعا بيطالب إلغاء الضريبة والفاتورة الإلكترانية وبيطالب حقهم نعم ما خلونا الاول نشوف ماذا قال يعني النخبة المثقفة والسياسية الوطنية على السوشيال ونرجعتين ترجمة نانسي قنقر